وفيما تتواصل اليوم الخامس على التوالي عملية استقبال طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 2018 بدأ عدد من الراغبين في الترشح بتلقي رسائل نصية تعلمهم باستفائهم لشروط قبول الترشيح لليوم الرابع على التوالي تواصل اللجان الإشرافية الموزعة على محافظات المملكة الأربع استقبالها لطلبات الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 2018 مملكة البحرين تزخر بنظام دستوري وقانوني في مجال الانتخابات والعملية الانتخابية فهي ضمانات تتوفر للشخص للطالب الترشيح وطالب الانتخاب أيضا كمنتخب فشخص يمارس حقها الدستوري بعد مرور الأمر بقنوات قانونية وقضائية وهي من ضمن الضمانات المتوافرة للإنسان البحريني والمواطن البحريني لينعم بإذن الله في عيش الرغد وتأتي عملية استقبال طلبات الراقبين في الترشح في ظل توفر منظومة متكاملة من الضمانات التشريعية والقضائية لإجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة أهم الضمانات الموجودة في العملية الانتخابية اللي مرت في البحرين من عام 2002 لقاية اليوم اللي هي الإشراف القضايا على العملية الانتخابية عندنا لو بنتكلم عن الضمانات أيضا موجودة عندنا بإمكان مؤسسات المجتمع المدني أن هي تتقدم بطلبات إلى وزارة العدل ويحق لها أيضا المشاركة في عملية الرغابة على العملية الانتخابية أيضا لو بنتكلم عن الإعلام وجودكم عندنا اليوم في المقر من ابتداء من فتح الباب لقاية بعد إقلاق الأبواط الصحافة دائما موجودة معانا لو بنتكلم عن الضمانة أيضا المرشح عندك الوكلاء وجودهم في مراكز الاقتراع والفرز هاي أيضا من الضمانات عندنا لو بنتكلم إضافة أكثر عندنا الناخب نفسه ويكونوا أيضا من الناس التي تتقدر تراقب على العملية الانتخابية هذا ويحق للمرشح البدء في الدعاية الانتخابية من تاريخ قبول الترشح وعرض كشوف المرشحين طالما لم يتم الاعتراض عليها بدء الدعاية الانتخابية سوف يكون إن شاء الله في يوم 22 أي بعد الخمسة أيام وهي أيام الترشح وقبل بدء الطعون هي الأيام الثلاثة فسوف يبتدي الدعاية الانتخابية من 22 أكتوبر إن شاء الله بما معنى أن سوف يعلق هناك الجدول الدالة على الترشح الأولي بالنسبة لقبول المرشحين وتكون هناك ثلاثة أيام وهي أيام الطعون يستطيع أحد منهم الطعن على الآخر إذا كان في ذات دائرته وبالتالي يصبح بعد ثلاثة أيام ترشيحه نهائيا ويستطيع من خلال تلك الفترة أن يقوم بممارسة دعايته الانتخابية إلى قبل 24 ساعة من يوم الاقتراض الجدير بالذكر أن الموقع الرسمي للانتخابات النيابية والبلدية يوفر معلومة عامة تهم الناخبين والمرشحين ووسائل الإعلام المهتمة في الشأن الانتخابي في مملكة البحرين كما يزود بمعلومات حول الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراض والفرز العامة والفرعية داخل البحرين وخارجها